مية تلميثاني خليني أقول أنت من بيت فني يعني مغرق بالفنون والأداب هل ده اللي شكل عندك حبك للكتابة؟ قوي 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 يعني أنا بابايا عبدالقادر التلميثاني مخرج أفلام تسجيلية رائد يعني في المجال بتاعه حسن التلميثاني عمي كان مصور وفنان تشكيلي كامل التلميثاني مخرج وكذا والبيت عندنا كان بيت فني يعني عارفة الكتب محاطة بالكتب طول الوقت باللوحات بالموسيقى نسمع أم كلصوم زي ما بنسمع موزار وشوبين يعني أصل إزاي ده عليكي جوة الكتابات؟ يعني إمتى وإنت بتكتبي أي رواية حسيتي أنه في المخزون الطفلة خرج في الرواية دي طول الوقت بكتب من منطقة الطفولة على فكرة لأنه طول ما الواحد عنده الدهشة دي إزاء العالم يعني أنا موليد 65 ده مش سر يعني إنما من ساعة ما تولدت لحد النهاردة عندي دهشة قدام الأشياء وعندي علاقة حلوة قوي بكل الأعمار المختلفة بسبب التدريس في الجامعة برضو جزئيا فطول الوقت الدهشة دي هي اللي بتخلق بتعمل درايف بدافع كده إنه الواحد يكتشف حاجة جديدة ولما يكتشف حاجة جديدة السؤال التاني بيكون حكتب عنها إزاي وحكتب عنها إزاي مع العلم بإن أنا عندي خبرة كبيرة قوي بالأدب المصري والعالمي عندي خبرة كبيرة برضو بالسينما فيكون صعب جدا يعني قاعد أفكر طب حقولها إزاي بحيث ما يكونش بكرر حد تاني أو بقلت حد تاني يكون لي صوتي الخاص يكون لديك شكلك أنت الخاص أفتكر إن أنا نجحت إلى حد ما والتجربة مع إدوار الخارات بتثبت ده شوية طبعا أنا بيكون تشويقة أقرى المخطوطة دي أكيد ولكن خلينا ناخد فاصل وبعد الفاصل أنا حسأل ما يتلمساني حاجة أنا لم استهى في حاجة أقرتها شميت ريحة الحارة عند نجيب محفوظ جابتها منين هذه السيدة الأميقة وهي تعيش في كندا يعني يبدو أننا لا تتركنا أبدا الحارة المصرية